فكر لا يرحمه سيد محمود يسين الخبرة أقصد فيه فترات برضو في تاريخ مصر تبقى بالنسبة لنا احنا بنبقى شايفينها بزاوية وممكن يبقى الأكبر بخبرتهم يبقوا شايفينها بزاوية تانية حلة القلق كانت في البيت عندكو زي أي بيت مصري بشكل عام للكبير والصغير وتخاف على ولادك وخاف على نفسك طبيعي وعلى بلدك واواوا فكر الحوارات اللي كانت بتحصل إيه ما بينكم ما بين بعض هي كان فكرة الخوف والقلق هو كان كان السيد محمود الله يرحمه كان يعني يعني محب البلد دي بشكل رهيب بجد يعني فقلقت كان رهيب بس هو كان عنده إحساس طمن لأ إنه لأ ده فيه حاجة هتحصل البلد مش هتكمل كده يعني هو كان عنده إحساس من الناس اي اه وتصل إلى حد اليقين إن البلد مش هتكمل كده مصر لأ مصر مش هتقع مصر هتكمل مصر هترجع متحدة مصر هترجع الأمن والأمان اللي فيها يعني ربنا سبحانه وتعالى كويس كان فيه بيتطمنكم هنا الخبرة دي ربنا سبحانه وتعالى يعني الزاكر ده في القرآن تدخلوا مصر إن شاء الله أمينين صادق الله العظيم يعني فمصر إن شاء الله هتقدر تلعمرها أمينة رب إن شاء الله يا رب كتر حاجة تلفت نظرك إيه حصلت في العشر سنين دول كم مصري وكفنان أنا كمواطن مصري لأن مواطن مصري المواطن ما يفصلش عن الفنان أنا فرأي إنه الحمد لله يعني فيه إن البلد فيه إنجازات كبيرة جدا حصلة إحنا كلنا لمسنا رغم ظروف الصعبة اللي المواطن تحملها الحقيقة المواطن مصري المواطن مصري تحمل تحمل كبير جدا جدا الفترة دي رغم كل فعلا الإنجازات اللي احنا شايفينها على أرض الواقع يعني احنا شايفين الطرق بقى شكلها إيه المشاريع اللي بتعمل مساحة الرقعة الزراعية اللي بتزيد المدن الجديدة يعني أنا سجلت بصوتي مرة عن المدن والطرق اللي تعاملت في الصعيد حاجة سجلت حوالي 11 دقيقة وربع ساعة بصوتي عن الصعيد فقط عن الصعيد فقط كان أنا تخضيت من كم الإنجازات اللي هناك فيه طبعا إنجازات حصلت كبيرة جدا شغل حصل للبلد بشكل كبير جدا ما فيش يوم بيعدي إلا ما بنشوف حاجة جديدة بتحصل فعلا بنحصل إعادة بناء للبلد بنية تحتية شغلين فيها كويس جدا في كل شيء يعني أي يا رب بس الفترة الصعبة دي الاقتصادية أنها تعدي على خير إن شاء الله وإن شاء الله أنا متفائل جدا أنا ممكن أن أكتر الناس المتفائلين رغم لا قولي بقى متفائل ليه والله متفائل أنا متفائل جدا بطبعك متفائل ولا لا أنا بطبع متفائل زائد إنه أنا متفائل إن مصر هتبقى في حتة تانية إن شاء الله الله مأمين يا رب إن شاء الله رغم اللي إحنا فيه رغم الصعوبات الشديدة رغم المواطن المصري فعلا 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 إحنا نعتبر من الطبقة المتوسطة والفوق المتوسطة شوية الحمد لله طبعا ألف حمد وشكر لكن إحنا كمان تعبنا يعني إحنا تعبنا جدا فيما بالكمان الناس اللي زروفها أصعب لا تعبنا والأسعار طبعا مرتفعة جدا والدنيا غالية جدا يعني ولازم كمان التجار الحقيقة ياخدوا بالهم شوية إنه من الناس يتوليها شوية يتوليها شوية في الناس بصراحة يعني ومع ذلك متفائل إن شاء الله متفائل طبعا إن شاء الله إن شاء الله خليني كده بقى أدخل في جزئية كده بس يجوبني عليها بصراحة إيه؟ مين لمسيطر في البيت؟ إنتولران الأسئلة لك هي موسيون يعني أسئلة مين لمسيطر؟ والله مش فكرة سيطرة هي فكرة تفاهم أكتر يعني متفاهمين وبنتلاقش يعني مش عايزة كلام مش عايزة كلام باللغازي أنا مش ديكتاتور لكن ممكن يبقى أنا عندي شوية في مواضيع في أقصر خبرة خاصة بالولاد ولا خاصة بالبيت؟ لا خاصة بالبيت والولاد لو في مواضيع أنا أكثر خبرة منها هي خلاص رأيي هو اللي بيمشي لكن موضوعات فيها أيه زي إيه الديني مسالك الديني مسال يعني لا حاجات إنتم سيطر لا والله حاجات خطة بالحياة يعني يمكن عشان أكبر مراني سنن وعندي خبرة شوية إني أكبر مراني سيطر